اشتركوا في القناة شعور لا يوصف عندما تستلقي وتحتضن الرمال بحب وحنان اه من الاجواء اه من الاجواء الحلوة ومن الضروري اذا قيت الاشخرة تمر على مذاق الراغي حلوة عامر بن سيف تتذوق وتاخذ الهدايا للأحباب والأصدقاء وتذوقنا من الحلوة الضيافة كانت لذيذة في قمة الروعة وكذلك والقهوة الخاصة والفاخرة كانت حلوة وعطيت ابو عزان منها بعدني بعدين رحنا ملتقى اجواء الاشخرة وصادفنا ان المذاق الراقي عندهم قسم للارض والبيع في المهرجان ألا طول ابو عزان اول ما شافهم قال لازم تاخذ منهم خذنا الخاصة وبالتين والمزعثرة وحلوة العمانية القديمة اللي هي النشاء وفي الملتقى المسرحة التراثي برعايتهم المذاق الراغي ترجمة نانسي قنقر